اشتركوا في القناة هذا مو ابنك يا زن يلي عم يسعون ايه ابني ليك اغا هالشي ما بيصير حرام هادا شئفي من روحك كيف ما بدك تخلي الدكتور يعالج لك ابنك هادا الدكتور يلي انت انفكره عدوك زلمي كتير عائل يا اغا وعلى فكرة بيحب يا زن كتير يعني خليه يعالجه لا ما بدي هالدكتور تركي دكتور تاري دكتور تاري دكتور تاري دكتور تاري ساعدني ان شاء الله ساعدني دكتور تاري ساعدني دكتور تاري دكتور تاري دكتور تاري ان شاء الله ساعدني لا تفضل رح سعدا شيخ إبراهيم شيخ إبراهيم يا شيخي فضل يا ابني أنا هون صباح الخير كيفك؟ نيح الحمد لله شو قالك الأغا؟ قل لي شيخي قنعته؟ والله ما اقتنع لأنه هذا الزلم ما بيرجع بكلامه أبدا طيب عزبتك معي لا تأخذني خير دكتور أنا بدي أتأخر لا تقلقي ليش لوين رايح؟ عالضيع بالضيع اللي جمنا فيه مريض رايح شوفه بس بره كتير برد يعني لازم اتقل باللبس مش عمات مراد معك حق يسلموا ديالا صحيح بتشكرك على الأكلات اللي حطيطيهم عندي بالبيت أنا ما حطيت لك أكل لك من وين إجا الأكل؟ اشتركوا في القناة لكان هذا أنت طيب ليش عم تساوي لي كل هاد الشي لإني أنا أسأت لك كتير وعم ساوي كل هالشي لا تسامحني يا دكتور لا تبكي مو مشكلة لا تزعل البيس يلا لا تعز بي حالك خلاص البيس يسلموا إيديك يا خالي لا بقى تعز بي حالك وتجيبي لي أكلك اليوم عذاب شو يعني شو رح يصرني أنت وحداني ومثل ما أنا بطبخ لحالي بطبخ لك كمان ماشي متل ما بدك بس أنا عندي شرط بدي شاركك المصروف عالعشة لا تجيبي لي أكل خالي لأنه مو مبين إمت رح إرجع ليش لوين بدك تروح؟ عضيعة عمر آغا بدي وصل دولة أبنه شو جنيت لا تروح؟ أنت بتعرف قديش بيكرهك عمر آغا دخيلك لا تروح بعثهم مع حدا خالي لازم روح لازم عالج الولد وإلا بيموت هلأ شو فيني يحكي ابني قدام عيوني رايح على الموت مجد عم تسمعني؟ قل لي شو حاسس؟ أنا عم بدي موت تبعيد الشارعناك أنا جنبك لا تخاف أمي أمي خديني لعند أمي أنا 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 من ضيعت بار غنيز ودي ما أتقولي لا أمي شلو مدد؟ أو ماشي لأنه ما بتتحمل الله يخليكي لا تخليي صلى خبر أي أمالي إذا متت لا تحكي هيك أنت رح تضل عايش عم تفهم؟ بالدماي أنه أعطان أعطان دي أو بتكون عندك ماشي 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 درداني حسك كتير معجوق خير شو صاير؟ ما في شي جايين أضور بعد شوي حسك كتير معجوق بخير شو صially شوفي ليه جاي؟ شوفي لك شكل بهتضيعة هاي جيت لأعطي يزن هالدواء يا دكتور ما لازم يعرفت لأغى أنك بتضيعة والله بأوسك هالمرة ما في طريقة تانية تعطي أدويته طيب بسيطة أنت طلع عطي الدواء لا خليني أنا على جنب ما فيني شو هالكلام اللي عم تحكي إذا ما سعته ليزن رح يموت مو أنت قلتلي أنه ربي بين إيديك اللي بيهون عليك أنه يصر له شي طيب شو بدي أقول له للآخر والله إذا بيعرف بيعلي عني من شغلي حبيزة أمي أحبيبتي أمي أمي شو عم تساوي هون جيت حتى أطمن عليك عن جدا عم تحكي ولا إليلي نير مين صاير معها شي لا حبيبتي والله لسا عم استنى شي خبر منها متل مو شايفين مجدس تشهد ومع أنه صغير كان بطل يا شباب لازم ناخد له بتارو لمجد مشان ما يروح دمه هدر لحنا لازم ننتقم له عم تفهموا علي يعني على القليلة لازم نقتلنا شي ميت عسكري لازم ننتقم ناخد بالتارو لأسار لازم ينتقم نمجد ما لازم يروح دمه على الأرض لازم يعرفوا من نحن وعدوني أنه تنتقموا له الطفل البريء وكل واحد مثله وعد أنه دمك ما رح يروح هدر لازم ناسم ناسم أنتو يا شباب رجالي تقموا وعد 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 هو حسان هو بذاته الدكتور طارق هو حسان معقول بعد اللي صار يريد يرجع له هون كل عقله وتفكيره أنه ينقذ ابن الآغة يقبر قلبي بيحب الخير بس ما بيستاهل نعمل معه خير هذا واحد خاين لا هيك أنا أجيد نحن لازم نلاقي طريقة لازم نساعده لحسان وإلا بيروح فيها لا تاكلهم منروح لعن زكو وهو بيساعدنا ايه افتحي يا خديجة ليه إجا رمزي لازم اتخبأ أحسن ما ينزع لي مراقي فوتي على الغرفة افتحي يا خديجة وين كنتي؟ ساعة لتفتحي؟ كنت بالحمام تفضل فوت من هون تفضل شو ما في حدا بالبيت؟ وين البقية؟ عندي جيران طيب ساوي شاي خلينا لحالنا بالبيت في حديث بدي يحكيه معه على انفراد أهلا وسهلا فضل أهلي استريح ايه نرجع لموضونا ما كملتلي قلتلي بدك تاخد البنت يلي بتجبل لابن أختك؟ ايه والله البنت عجبتو يعني نحنا بنا نجوزوا إياها بس قلتلي أنه البنت مانا كردية بيوافق الأغاة تبعكن؟ ليش لحتى ما يوافق؟ البنت من أصول قفقاسية قفقاسيين جايين من الجبال يعني متل ومتل الكراد صح الحكي؟ شو هالحكي؟ من وين جايبو؟ يعني من وين بدي يجيبو؟ كل العالم بيتعاملوا معهم على أساس أنهم كراد ما بظن أنه في مشكلة بيجوز بس بحياتي ما سمعت هيك حكي سهل عنهم أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا شرفت أهلا فيك ديروا بالكم على الخيول ماشي بيشرف إذا صرلوا شي لازدتكم كل يهاتكم برا أمر أغا هاي نعم أغا جماعة زيدان قربوا يصلوا ضبطوا لأنا ديك الغرفة بسرعة راح شوف يزان ورجع لك خلص الليلتلك عليه بسرعة يلا أمرك أغا هدول دوية بعثوني الدكتور طاري إيه حبيبي وبستخدر حطيب دكري هيك قالي الدكتور باعي دوية لك بدأي داك لأ أي حيوانات شو عم تساووا طب ضرب انت ويها عم تتعبوا معيك فوتوا لجوة الله لا يكبركم موسيقى 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 إتتتت إتتت شو هدم تساوي عندك؟ ما في شي عم تكذب عليه كمان؟ هتل conversation من هيو جبت يا الأدوية؟ طول بالك علي دكتور أعطيك يعنىهم ما هيك؟ أصلاً ما في غيره ما تريد؟ من شاء الله، فكر بابنك قولك، انت كيف تسق فيه؟ بسيطة، أنا برج إلى العقير وينه؟ وينه؟ أكيد بخبيه عندك بالبيت ما؟ ديكا بابا بخبيه عندك بالبيت ما؟ هلأ بتشوف شو بدي أعمل فيه، راح خليه عبره لكل الناس ديكا بابا طول بالك يا أضا، طول بالك رؤي عزه، ويكن دعوا يا رجال، دعوا بكم تروحوا معي يلا بسرعة، يلا 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 هيك هالآغا جبت لكم الشاي، تفضلوا روحي، أنا بصب طيب يلا يلا تعي يلا 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 دكتور، وينك يا عليل الشرف؟ بسيطة أنا برجيك، زيل شوفي آغا؟ فوتي لجوه، يلا زيل اللي عندي لحالك بعرف إنك متخبي شوه، لا تخليني يطلع جيمك ما في داعي تعزب حالك ليكني عندك يلا، مسكوه حضر آغا، حضر آغا، طويل بانك، بس هو كلا عم يساعد ابنك سكوت ولا، سكوت، قلع من خلقتي، ما عاد إلك شغل عندي لا يا حقير، روح، حتى تعرف كيف تساعده، يلا، امشوا بسرعة يلا، امشوا بسرعة، يلا، اتحرك تاوي منيح اللي إجار فيه أولى عنده، مشان قدر أطلع اي امي، هذا مو أخي حسان؟ قولي علي، عمر آغا امي عمر آغا، استنى شوي شو بدك انتي كمان؟ بعيد أنا سناء من ضيعة سارسو، هذا دكتور ضيعتنا ها، هو شخص كتير منيح الله يخليك لا تأذي، تركه يروح بعدي منوشي، يلا، يقطع عمرك لا تخافي خالي، ما حصل لشي يلا، يلا، امشي آغا، بوس إيدك آغا، تركه للدكتور شو ساوا لك هو، بس كان عم يحاول ينقذ ابنك الظاهر انتي ما بتفهمي، نلعي منوشي أحسن لك انتي ما بتسعي على حالك، عم تترجيني مشان واحد تركي خالي سناء صلك شي لك ما سفهمني هلأ هاي جزاته، لأنه كان عم يحاول ينقذ ابنك صبل لك كاسي تاني؟ لا يسلموا، حاجتي اليوم ايه شو ما بدك تحكي؟ شو هو الموضوع المهم؟ زيدان باعت خبر للضيعة قال فيه إله شنتاية مصاري مسروقة وراح يعطي مكافأة للشخص اللي بلاقيها، بعرف بس أنا بعرف مين يلي سرق الشنتاية ها؟ سمع شو بدي يقول لك؟ أنا بعرف إنه شنتاية عندك إذا ما بتعطيني نص المصاري، راح قل له له زيدان سمعني منيح شو بدي يقول لك ولا؟ أنا عضو بالتنظيم، أما أنت ولا شي، شقفة راعي روح قل له يلا ما راح يسدقك بدك تاخد نص المصاري كمان؟ شو أنت مين فكر حالك ولا؟ شقفة راعي ما بيطلع بيدك تساوي شي هيك لكان أنا بوارجيك الراعي شو راح يعمل؟ أهلا وسهلا بي أختي السناء، خير شو في؟ أنت الوحيد اللي بتقدر، الله يخليك انقذوا للدكتور آه، والله ما بعرف شو بدي يقول لي، أنا حذرته كتير عدوا ليش وقفين؟ تركونا شوي أنا بحتبر الدكتور مثل أبلي ما شفنا منه وغير كل خير أنا بتمنى بس والله مو طلع بيدي شي لحتى أنقذوا عمر آغا كتير عنيد طيب، منبعد ورى الشيخ إبراهيم؟ ما في وقتنا نخبره بعدين زيدان ورجاله جايين عضيها ما بدنا إياهن يؤذوا الشيخ كمان يعني خلاص، ما عد فينا نعمل شي هيك بدك يا أنا نضل واقفين عم نتفراش لك مو حرام شاب مثل الوردة يقتلوا لا تبكي، بيكفي بقى، خلاص أمي أكيد بتعرف إنه عم تحفر قبرك ما هيك؟ بلاقيك يا رقت يلا كمي، غمي لحتى يسعك باشا، ما تخلي حدا يسلم جساد مجد لأهله يلا، نحن نازلين عالضيعة إيه ماشي نطفو المكان منيح وقف طويل بالك، أنا جاي إحكي مع زيدان شو بدك منه؟ قل له أنا بعرف وين اختفت الشنطة استنى علم، في واحد بدو حكي معك شو بدو؟ قال بيعرف وين اختفت الشنطة بديع، بتعا معي شو اللي بتعرفوه؟ أنا، رمزي من ضيعة فارجنيس خلاص، وين الشنطة هي؟ يلي سرق الشنطة هو فكرة بس فكرة واحد من رجالنا انت عارفان حالك شو عم تحكيولها؟ هاي الحقيقة، وفي عنده شريك كمان المصاري مع فكرة إذا عم تكذب، راح يكون حسابك عسير لك شبكي، ما في داعي تعملي بحالك كل هالشي اللي بشوفك بفكر إنه ابنك خلاص، يعني والله ما طالبي إيدنا نعمل شي صحيح هو ملو ابني بس الله وكيلك بعد كل شي عامله معي صرت حس إنه الله بعتلي إياه لحتى يعودني عن ابني اللي مات يا ريتو لو كان ابنك يا خانم كردي شو رح يصير لو كان كردي؟ كان بينفود؟ ايه طبعاً كان بينفود كل المشكلة إنه الدكتور تركي مانو تركي، هلأ بروح لعند الآغة وبقله إنه هو ابني أمي، أكيد ما رح يصدقك مظبوط خديجة مع حق، الآغة ما رح يصدق هالحكي لا تعز بحالك عالفاضي الله أعلم شو بكون سوا بها الدكتور اه 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 اسمعني أغا، إذا قتلتني ابنك رح يموت عن جد إنتي غريب، عم ترددني وأنا قوي منك؟ يلّه نشوف، بوس إيدي، بركي، بسامحك؟ أنت واحد ظالم، وظالم كتير يلّه، شرف قتلني انت مين فكر حالك ولا؟ طمّن ما حدا غيري رح يقتلك بس بالأول عم بتسلة شو مفكر حالك عم تساوي؟ بسببك ابنك رح يموت برافو عليك عن جد انت أعظم أب بشوفه وبتعرف تحكي كمان شو ظاهر إنك معناك خايف؟ اي مظبوط ما لي خايف لأني حتى لو متت بعرف إني عملت اللي علي ورب العالمين كمان بيعرف قل لي ليش هيك عم تعمل؟ شو رح تفرق إذا كنت تركي ولا كردي؟ عن جد عمر آغة أنا كتير زعلانة عليك أكيد حابب تعرف شو السبب مع الأسف انت واحد جاهل كيف هيك بتتجرق وبتحكي معي؟ قل لي؟ يا آغة يا آغة شو فيه؟ آغة بدي أقول لك أنه وصلوا للجماعة وكمان جابوا كل الزعران اللي بباعت غوزال جي وقالوا زيدان جاي على فكرة الموت أرحم لك من القاعدة عنها ولحتى برهلك الشي رح سلمك لزيدان أخذوا يلا أخذوا و الله أنكم ما بتستاهلوا الشي أبدا قلت لي هدول هن الخواني اللي عمش تغلو ضد التنظيم مو هيك؟ صحيح يا آغة يعني اللي بفهموا منكن أخذت لكم هالشي تأمر يا آغة يلا تعال معي يعني الأولاد ما بيعرفوا يقروا يكتبوا بالمرة ما هي؟ أين بلا؟ ما بيعرفوا شي يعني أبوهم اللي هلأ ما بعتهم على المدرسة مشان هيك هن مو متعلمين صار لزمان المدرسة فاتحة يعني الطلاب أخذوا دروس كتير لا تاكلهم أنا رح درسهم لحالهم الله يسلم تمك على هالخبرية بوهدك إنه ما يعزبوك أبدا يلا أنت روحوا فوتوا ع الصف هلأ أمي أنت شو رح تقليلوا لأبي؟ خراسوا لا ولا تتدخل شو ما سمعت أنستك؟ يلا خذ أخوك وروحوا ع الصف يعني أبوهم مو حابب يبعتهم على المدرسة؟ والله ما بعرف أبوهم واحد جاهل وما عم يقتنع بهالشي بدي أترجاك يا أنسي زينب ديري بالك عليهم وخليهم يتعلموا لأني ما نحاب يطلعوا جاهلين مثلنا تعرفي نهاية يلي ما بيدرس عنا رح يطلع فاشل بحياته ونهايته بالجبل إيه والله صح أهلين سهلين شرفت أهلين فيك فكرات أهلين بأحلى شباب أهلين فيك بديع خليهم يأخذوا جسد الولد ويعطوه لأمه طيب ماشي يلا خدوا الولد ليش مين هالولد؟ مجد أيوة والله ما بيستاهل شو صاير؟ ولا مات موتة ربو؟ ترى البيوت كلها جاهزة خدوا الشباب وزعوهن على البيوت لحنا بدنا نروح لعند عمر مثل ما بدك خد ضيوف على بيوتهم حاضر أغا يلا فضل يعني أنت جايبينك لهم مشان تعالج الناس مو هيك؟ مثل ما عم تقول تماماً عم حاول إنقذ ابن الأغا يلي على وشك أنه يموت شو عم تستني؟ ما تعطيه مي؟ شايفتي شون عم يسعول؟ عطيته بس ما مشي الحال رح يموت الولد نادوا الأغا يا عالم أنا بدي الأغا ضروري يا ناس ليه شوفي؟ ناديلي للأغا مشان إيش؟ بدي شوفه ضروري عامل لك في شي ضروري كتير ناديه عامل لك فوت لجوة يلا أنت ما عاد تفهم شو عم أحكي لك فوت ولا يلا والله حاسي إنه إيه ورجلي مربطين أنت ما فيك تساعدنا أبداً لازم ننقذ حياة طارق ما في ننضل قاعدين هون ونستنى ليموت أمي نحنا نسوان شو فينا نساوي؟ أنا رايحة بدي وقف بوش الأغا وقفوا شوي لأقلك أنت ما بتعرفي الأغا والله بيقتلك وبيخلص عليك بدون ما تفرق معه أمي أنت عارفاني شو عم تساوي؟ جرمال الله تهدي شوي بابا؟ خير شو صاير؟ تفضل شوف مين إيجا أوه يا أهلا وسهلا شو أخبارك؟ أهلين عمو أنت رحت شي وسألت عن الدكتور؟ أبو كان ضابط بزمانه وخدم عنا بالضيعة طيب عرفت الزلمة من وين وشو نسابه؟ أبو كان الزلمة بترجع أصولي للقفقاسيين لا تأخذنا عزبناك معنا يسلموا إيديك يلا بخاطركن بزمانه هو قال لي شوف أصل وفصل الدكتور لو أصوله كردية ما كان فيه مشكلة البنت من أصول قفقاسية قفقاسيين جايين من الإجبال يعني مثلهم مثل الكرد صح الحكي؟ شو هالحكي؟ من وين جايهم؟ يعني من وين بدي يجيبهم؟ كل العالم بيتعاملوا معهم على أساس أنهم كرد ما بظن أنه في مشكلة طيب أنت روحوا أقول للآغا أنه طارق كردي لك شلون بدي أقوله أنه كردي؟ ما بقدر سوي هالشي بنوب؟ والله عمر آغا إذا بيعرف هالشي بيتبحني وهي أنت سمعته؟ الدكتور قفقاسي شو رح تقوله؟ بدك تقوله أنه هو قفقاسي؟ ليش ما سمعت فكرة وهو عم يحكي مع رمزي؟ قالوا أنه القفقاسيين أكراد بس تغيروا يعني ما فيه شيء أبدا إذا قلت له أنه طارق كردي اسمعت الولد وهو عم يسعل أنا متأكد أنه كتير تعبان يا آغا طيب أنت بس خليني فوته وتطمن عليه لو سمحت؟ ولا يعني بدك الولد يموت؟ مش يعني هيك بدك يعني ألف مرة قلتلك ما بخلي حدا يقرب عليه تلكي يعني بدك ابنك يموت الده معيونك؟ انسى هات الشي الأتراك أخواتكن وما بتفرقنا إلا اللغة خدونا هادا من الشي يلا فوت لجوة ولا رح تؤتول ابنك يا آغا الولد مرح يسارحك أبدا يلا ولا فوت لجوة اشتركوا في القناة شبك شو صار لك؟ فوت لهون فوت له طيب بس حكيلي شو في هلا أنت اللي بدك تحكيلي يا شاطير لا هلا ما قلتلي شو بدي أحكي لك؟ مسهلا يحكيلي عن مصريات المنظمة وحق المخدرات والله أنا أدريت من العالم ايو أنا كمان أدريت أنك أخذت المصاري لا أبدا اللي قالك عم يفتري قل لي وين الشنتاي؟ عرفت أني رح أغلط قل لي من هو شريكك؟ كمان من التنظيم؟ أحكي لك عم قللك أحكي ما سمعت؟ قلت؟ يلا لك ليش هيك عملت؟ شلون بتاتل الزلامي قبل ما يحكي لنا شي؟ لأنني ما قدرت أستحملي اللي عملوه الخاين ما قدرت أضبط حالي، خاين قل لي شو ساير؟ هالخاين أخد جزاؤه رو عطي لأهله وأنتو امشوا معي يلا امشوا موسيقى أنا رح اتصل فيك وخبرك من وين رح تجي لبطاعة ماشي أخي، أنت بس خبرنا ونحنا رح نجيبها دغري شوف أخي، بدي لبطاعة توصلني كاملة خلاص، لا تاكل هم إذا ما ساكت أنا ما دخلني وإذا حكيت عنا أي شي دغري رح أوسكها ترى أنا نبهتك عمل لك وقف ولك شو ما عم تسمع؟ باعد هيك من الشي بدي فوت باعد هيك؟ باعد هيك وبل مشاكل ما قلت اللي حات خليه يشوف الشاك أبدا؟ باعد هيك خليه يلا سمعت سوح الله؟ باعد هيك حكي عن الدكتور ولازم قللك يا أغا بعيد هيك تركوا بعيد عنه، يلا خليني شوفوا شو بديوا يحكي يلا أحكي أغا، مو أنت ياللي إزدلي شفلي أصل وفصله للدكتور؟ إيه؟ طلع أصل الدكتور بعود للقفقاسيين يا أغا إيه؟ معناتها مو كردي أغا، سمعني منيح صدقني القفقاسيين نفسهم الأكراد بس افترعوا عن بعض من زمان منشان هيك أصل الأكراد وبحلف لك معناته بهالحالة، الدكتور طارق طلع أصله كردي يا أغا والله عم بحكي الشدق يا أغا لكان طلع كردي؟ إيه؟ طيب لؤي روح جبلي الدكتور على راسي شو صار؟ طمن وقلت له متأكد أنه طار إلى خير لأنه أنا قناعت الآغة بالقصة حمل ونزاح أنظارنا تسلم خالي تسلم يعني هلأ طارق بده يعالج ابنه للآغة خلص ما في داعي أبن أنك تستني هون رجعي لضيعتك طيب، هلأ بنرجع قللي شفته لطارق؟ شو أخباره؟ حكي لنا شو قالك؟ ما شفته بس خلص لا تكلي همه من هون ورايح ما عاد في حدا يقدر يعمل له شيء مجددا مجددا المترجم للقناة المترجم للقناة لا تخفر سمحلي الأغا هو وافق أني شوفه شرفته والله نورت الضيعة تفضل يزن كتير تعبان يا دكتور بترجعك بالدياي طيب حررت مرتفعة الله يخليك جيبيلي مايو فيه خل على عيني شو رأيك تسلح جاكيتك مشان عليلك يا طيب ماشي اجا زيدان وجماعتو شفتو؟ اي شفتو ما لازم يعرف اني هون اي حكيك صحيح هو قاعد بالصالون تخيل بده يفوت ويتطمن على يزن يعني مي بده رأفه؟ دكتور اذا بيلزمك شي قللي لا بس انا لازم اخد يزن على المستوصف يا اغا ليش؟ هون مافي دوا وانا هيك مافي نساعد الولد دوايات تبعاتو ضبون جوا وانا هلا بقلهم مشان يجيبوه لك ياهن ماشي؟ طيب ومع هيك يزن لازم يروع المستوصف بس عمقلك مافي روحها بدك تعالجه هون وقدام عيوني تفهم الدكتور؟ تعرفوا للاغا ما رح يخليك تروح طيب كيف سمح لعالج الولد؟ لانه سناء خانومي لقناته خالي سناء؟ اه